اشتركوا في القناة وذلك بعدما كانت الجزائر قد اوقفت العمل بالانبوب نهاية اكتوبر الماضي وكان المغرب يحصل على نسبة من الغاز الطبيعي من الجزائر باسعار تفضيلية ناتجة مرور انبوب الغاز عبر اراضيه نحو اسبانيا والبرتغال وبعد الازمة التي شهدتها العلاقات بين المغرب والجزائر اتخذت الاخيرة قرار انهاء العمل بهذا الانبوب والاقتصار على انبوب دير من اراضيها نحو الاندلس وفي هذا الصدد نقلت وكانت اوروبا بريس عن مصادر رسمية قبول حكومة مدريد طلب المغرب المتمثل في استقبال سفن الغاز المحملة بالغاز المسالة وتحويله الى طبيعاته العادية ثم ذخه عبر الانبوب نحو المغرب ويذكر ان العلاقات بين الرباط ومدريد تمر بازمة مفتوحة منذ نحو عامة ثم على اثرها السحب السفيرة من مدريد وذلك نتيجة سوء التفاهم حول ملف الصحراء المغربية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء